اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا نوب اي واحد يكتب طليقات كريم ونيجا ونوب هلأ طليقات كلها عبارة عن نيجا ونوب بس يا صوت بسك انا السول ونوب انا حرفيا تخزلت من حياتي قلت انا ليش عايش بالدنيا اذا كل اللي عم تقول لي نوب وصاحب نفسه خزلني او خانني ورار فرنك 30 بدوني حتى الاهل صار يجي يقول لي شبك نيجا وغليشي قلت اقعد بالبيت لعم تاكل و لعم تشرب شو صاير معاك فانا قلت لهم القصة قالوا لي يا نوب اتخيل عائلتك تقول لك يا نوب كمان بس انو كريم او صاحبك اللي قايله انا الصاحبة خاني ورار فرنك 30 انا اتخيل فوق اليوتيوب ما يجيك تجيك عائلتك ويقول لك انتي نوب كمان ضلمين وما يقول لك نوب كل الطريقات نوب عند كريم بيقول لك نيجا ونوب انتر بيعمل بس نوب موس بيعمل اي شي نيجا ونوب ليش فانا شفت في عالمك المتعبعين الحقيقيين تبوتين ما بيقولوا علي نوب شو ما صار يجينا وكتبولي بدنا الانتقام بدنا من نجاوي الرد فانا يعني حرام عيب اسكت وادي جينا يكدفعت امل بسيطة بس بلين اذكرت انو لا عندي لا تيم ما عندي اي محل روح عليها عشان ادي ارفع بدون تيم ما بيدي ارفع السولو انا شخص ما بيحب السولو فاللسف احلامي امالة كلها تحطمت ورغيت فكرة رنك 30 وفكرة الرد كلها لغيتها لحتى ايجى الوقت ايجاني كخ او الاول العرب خضر كتب لي نجاوة عن الفاك 1K انا واتا ايجيت امالة كلها ايجيت دفعت الامل تريتي ايجاني الامل جاييني من بعيد واتكتب لي هذا الشي انا حياتي رجعت طبيعيية بس شو لسه عندك صعوبات رفع الرنك 30 مو اي شخص الجماعات طين اوين ان شاء الله يجي لأول العالم يجي لعب معك لازم انتي تفهم عليه لازم تعرف تلعب معهم فاخليكم مع الفيديو الاخر وشوفوا شو صار معي مع الرنك 30 او المصاعب الاخر انا شايفك شايفك هذا الشخص المأهور اول ما يشوفني انا رافع مع خضر ودارك لاعبين محترفين عند العرب هيجي يضغريكتو بالطريقات هني عملولك كيري انتي نوب هني لولاهم ما بزل ترفع بس يا صديقي انا يكفي يعني انا ما اكون عملت لعب مثل اللعبون ما حسرت بالمساعب محطى اعملل ليه كيري ولا جيم بس في الوقت انتي doing one لا اخطأ انتت اخطأ بلا جيام بس في الوقت انتي اهم م User واحقا حلاله اعيد انتي عملوا المشادي 30 انا لقدت وقت ترفع 30 انا لقدت وقت لكن لم تقعد كاله الوقت هناك صعوبات كثيرة اول شيء يكون اول صعوبة انه هناك في اسيا من البحرين وانا بتركيا انا اوروبا سيرفر اوروبا فشو صحيح سي وقت نعب راوستار احيانا نكون احيانا نرى سيرفر اسيا احيانا نرى سيرفر اسيا ونعب سيرفر اوروبا وقت نعب سيرفر اوروبا انا بيكون عندي لاك او تأخير وقت نعب سيرفر اسيا انا بيكون عندي لاك بس اني ما بيكون عنده فهي المشكلة اكتر مشكلة تقريبا يعني اكتريت القيام خاصناها بسبب يا انا عندي تأخير بس ما هيك حتى لو عندك لاك نرفع سوين ما بهمنا خاص لاك ما لاك بنرفع هاي اواشالي تاني شغلي الوقت تمام بلشنا مبارح بالليل الساعة 12 بدنا الساعة 12 بدنا الساعة 12 خلصت الساعة واحدة او 2 كنا نرفع كوت من 750 لتسعمية لا 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 مامية وستارش تقريبا رفعنا بساعة سبعين او ستين كاس وهي كانت كتير ايزي يعني هي تقول المرتبة ممكن تكون صعبية بس انا ما حسست ابدا بصوابي فيها كتير و حسنا بدنا الرفع بين مائوة وعشرين للالف الساعة السبع الصبح اصفتني وقالوني قم يا نجاوة من انكف الرفع وتفاجئت يمي بي في جي بيرفع الساعة السابع الصبح الساعة السابع صبح ستكون نايم انا على شخص ينام ساعة سابع صبح ليجي تصحوني الساعة السابع صبح وارفع انا شي طبيعي ربطتها المنبه نميت في قتل الساعة السبع وبدأت رفع نزل على رفع طبعا اوة الشعبات المرتبة بين فترة 800-900 كانت نوعا ما ايزي ما اخذ نايمكي اخذت معنا ساعة أو ساعة ونص وخصرنا كان في شوية خسارات بس انه فزنا اخر شيء يعني فترة 250-900 ما كان صعب كثير او بين 200-900 ما كان صعب كثير وين بدأت الصعوبة من 900 لل1000 بكل بساطة وقد كنا ندخل اوروبا بجيك تيمات 40k 30k خنص و 30k وابطالهم كلهم عنده 1500-1000 وانا المسكين هدا اول بطل اللي رانك 1000 فحرفيا براوستارز بعد ان تصل فوق 900 ما بصير عنده رحمي بتجيبك مع 18k بس بنفس الوقت براوستارز بتكون ظالمي الراندومز احيان كان يجد ضد الراندومز تخيلوا انت بترفع الرانك 1000 وعم يجدك الراندومز كانوا كثير سهلين كنا نفوز الجيم بكل سهولة بس الاكتر ايوة تجيه الاتيمات كنا صعب كثير كنا نلعب ونحنا حاطين ايدنا ونازلين تعريق يعني حرفيا وعرقنا التعريق التهم وتيجي ضد التليمات بس ما عليك حسيت بالسنتاء حسيت بالسنتاء حسيت بالسنتاء الضفع واتفوز جيم تحريفي ضد عنده عالم 1500-1000 يعني تخيل انت لاعب عندك بس 24k او 25k كاس وعم تفوز على لاعب عنده 50k او 40k او 30k وابطاله نصهم 1250 فهي كانت شي نوعا ما صعب فتقريبا يا شب خليلي ايقونها من 750 الى 820 تقريبا اخرت معنا 1s 4 من 820 الى 900 او 8s 4 من 900 اخرت منها اكتر من 3 ساعة او 5 من 3 ساعة تقريبا ساعتين بين ساعتين و3 ساعة تعني تقريبا من كامل يقرب رفع وانكة 4s هذه الساعة لكل مشكلة الوقت يعني اربع ساعات بالنسبة لكم ما يمكن تكونوا وقت كبير بس انا شخص يوتيوبر انا الساعات كتير مهمات عشان اعرف نزل فيديوهات هذه اربع ساعات كان فيني منتج فيديوهين او صور فيديوهين او صور ثلاث فيديوهات وخليهم مونتاجهم بعدين كان فيني عمو مليون شغالي لقناتك رفع فين قطولهم ما صعب كتير لازم بس تتدرب لازم تعرف تيمك يعني انا اللي عم برفع مع خضر ودار نيوته اللعيه الحريفي وانا اللعب الجدد اللي العب مع عالم حريفي فانا لازم افهم عليهم نحن لا بما نتبه عن الجنان فانا لازم افهم عليهم ع الطائر لازم اعمل هيك بس بعد 10 او 30 او 40 قيم صعلى الله عليه الحلقي سعرف وين اروس ان اتضرب وين اعمر فانت بصير افهم عليهم صلت نوعا ما واكد فانت ب趕ير عظيم يعني عالم حريفي انت قريبا نوب ترتح نفسيتك انت تلعب هالجيم أنت لا تخسر تيمك أنت تعمل ما عليك لو خسرته يكونوا ضدكون قوية أو تشكيل ضدكون قوة من تشكيلتنا أحد الشيء يستمتعت فيه بالرفع كثير أننا بتعفقنا بسيرفر ديسكورد بسيرفر ديسكورد في كثير من اللعبين آسيا فعندنا ندخل على سيرفر آسيا ومثل الساعدة الأخير في بعض اللعبين آسيا اللعبين العرب يساعدون لنا تخيلوا ما يصبحوا يعملوا صار نعمل وقت يبدأ الجيم أو ماتش ميكينج يدخلوا هني كمان رادي فشو سير يا شاب ضدنا أو العالمي جاي تساعدنا تخصر نفسها تخصر حالة عشان تفوز لقوة فهذا شيء كثير حلو هيك حسنة أنه عندهم تدعم بعض يعني هكي إجوا يساعدوني خصروا قوة أبطالهم عندهم 800 كاس 600 كاس بس شان يفوزوني فإنشاني جد كثير حبيت فإن فكتك أن القوة كانت ألي رمحنا 6 كاس و 12 كاس منهم يمكن زبطت معنا بس جيمين بس يعني المتعة أنه أنت يجد ضدك واحد من رفعاتك بس شيء يساعدك متعة كثير كبيري متماعي تلك يا صديقي كل بساطة رفع رانك 30 ما نصاب تمام ما نصاب بس بدك وقت يعني لو إجيتك مثلا أنا أخذ فيديو عملت النصائح تمام إجانا نقض عليه إجانا نقض عليه بس أنا ما رفع ولا رانك 30 بس إني ما بيعفع رانك 35 بده وقت كثير وأنا ما عندي هذا الوقت كثير عندي دراسي عندي مونتاج فيديوهات تصوير فيديوهات يعني هذا كله بيأخذ وقت أنا ليش تفضي نفسي بشي أرفع رانك 30 رانك 35 وعشان أن ننزل نصائح بعد ما رفعت رانك 30 أي شخص بيأي لا تعمل نصائح بيأي بفشخه لأنه خالص أنا يعني أنا أفرجيكم أن أنا بدي أرفع يعني رفع بدي أرفعه بس إن شاء اللي بيدويت أنا هذا الوقت ما عندي بس إخي أنت لو حابة بترفع لو عجل حط ببالك ترفع خذها مني يعني لا ترفع صوره كثير الصوره مانو ممتع الصوره ما بفرجك أن كنتي بحترف بالآخر أنت أكتريت أحيان يا أحب طييم أو أحب كمبر فما رح يصير فيه احتراف بكل بساطة يجيب إليك تيم تفهم عنيهم تيم يفهموا عليك يعني مثلا أول شي هذا التيم تضعك وكخ ما كنت أفهم عنيهم أبدا كنت هيك مثل النوب ما أعرف أي شيء بس بعد كم ديام عرفت تفهم عنيهم قدرت تفهم عنيهم نوعنا أكيد موسطت لمستواءهم بس أنه قدرت تفهم عنيهم تخذ لك بطره كويس شف لك ماب كويس شف لك مود كويس إلو ونزل رفع يا صديقي الرفع مانو أبدا شي صعب فيا بها أصدقائي هات كان فيديو اليوم إن شاء الله نصفتني من النصائح لحتى تكونيها ما أعظني حكيت نصائح بس حبيت أحكي لكم عن الأشياء الصائحة معنا يعني تقيمة سنتمتعت وانو عم برفع وستمتع بعمل رفعت وانو عم بفك شف لكم وانو عم بذلك وانو عم بذلك وانو عم بذلك شادي شكرا موسيقى مساء موسيقى سؤال يراضني موسيقى